اشتركوا في القناة ودائما نكرر وكفى بها من نعمة هذا الدين العظيم أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله جاء في الحديث موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله قال يا الله خصني بدعاء أدعوك به فالله جل جلاله يخبر موسى عليه الصلاة والسلام عظمت هذا الدعاء فقال الله لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله فقال موسى يا الله كل الخلق يقول لا إله إلا الله فقال الرب سبحانه وتعالى يا موسى أما تعلم لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله فمن أجل هذه الكلمة العظيمة الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء وخلق هذا الإنسان حتى يقيم أوامر الله على هذه الأرض وعلى هذه البسيطة وجعل هذا الإنسان خليفة في أرضه فعندما خلق الله هذا الإنسان وأخبر به الملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هذا الإنسان إذا يقيم أوامر الله هو عظيم وعزيز عند الله سبحانه وتعالى ويسخر لك جميع الكون في خدمته وهذا الإنسان إذا يترك أمر الله هو لا يساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى قال إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلنا صلى الله عليه وسلم فعزنا وسعادتنا وطمأنينتنا وراحتنا بهذا الدين العظيم بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله فنحمده قائمين قاعدين ونشكره جل شأنه على أن اصطفانا وجعلنا من أهل هذا الدين العظيم ونحمده كذلك على أن أحيانا في هذه الأيام المباركة وأن عشناها في رمضان بالأمس كان أول أيام رمضان واليوم الثاني وأول جمعة في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ويقول أكثر علي من الصلاة في هذا اليوم فلا ننسى أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أن ساعات الاستجابة ساعات الصائم عند فطره نستغلها في الدعاء وفي هذا اليوم يوم العظيم يوم الجمعة آخر ساعة نتحرى فيها الاستجابة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وأن يرحمنا وإياكم اليوم غير وكل يوم إن شاء الله عندنا ضيوف وعندنا مفاجآت وعندنا أشياء تخدمنا وتدخل السرور علينا وكذلك تجديد وتنويع من الفوائد من الآيات من الحكم من الأحاديث حتى يكون مجلسنا عامر بذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع هذه الجوائز وفي آخر المجلس أن قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ولو دعونا الله في آخر المجلس لأن في الحديث الطويل القدسي عندما سأل الله الملائكة عن ماذا يسألونني فقال يسألونك الجنة ماذا يستجيروني قال يستجيرون من نارك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا بمجلسنا عندما ندعو الله سبحانه وتعالى بإذن الله الدعاء إن شاء الله إن شاء الله من مواطن استجابة الدعاء في مجالس الذكر نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنكم اعترض أحد الملائكة فقال يا الله فيهم عبدك فنان خطى إنما جاء لحاجة قالهم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت فنحمد الله على كرمه وعطائه سبحانه وتعالى اليوم صراحة على الكوكب أهل معي في الاستيديو على الشباب على